قطع فيديو متداولة حجم الضمار الذي طال عدداً كبيراً من السيارات التي غططها مياه الأمطار فيما جرفت مياه السيول عدداً آخر في الأحياء السكنية من جانبها أكد المراسل من جدة أن الأجهزة التنفيذية في المدينة سنفرت طاقتها للتعامل مع الحالات الطريقة والفرق الميدانية تعمل على سرعة التخلص من المياه مشيراً إلى تضرر عدد كبير من المركبات وتابع قائلاً أن السيارات طلفت تماماً مشيراً إلى تعطل حركة السير في المحافظة الساحلية كما أوضح أن حجم المياه كبير جداً وصل إلى 60 مللي مضيفاً إلى أن هناك رياحاً شديدة جداً وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد قد رفع درجة الإنذار بمحافظة جدة والشعيبة بمحافظة بحرة إلى تحذير بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها حالياً كما أوضح أن مناطق التحذير تشمل كامل المحافظة والأجزاء الساحلية وأشار إلى تعرض تلك المناطق لعواصف رعضية مصحوبة بأمطار غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد مع جريان السيول لافتاً إلى استمرار تلك الحالة حتى الثالثة من مساء اليوم الخميس كما شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم أيضاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق بجانب إغلاق طريق الحرامين من كبر المنتزهات إلى كبر الملك عبدالله بالاتجاهين فيما أعلنت إمارة المنطقة إغلاق طريق مكة جدة السريع بشكل احترازي نظراً لهطول الأمطار وحرصاً على سلامة الجميع ودع مركز إدارة الأزامات وكوارث التابعة للإمارة بتجنب استخدام أنفاق الأمير مجد والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال والجامعة في اتجاه الشمال والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب والملك عبدالله مع المدينة غرباً ويذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حسد جميع المواطنين والسكان على ضرورة أخذ الحيط والحظر في ظل الحالة المناخية التي تجهد المملكة يا رب قلت فسلم ويحفظ الجميع